السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم ربنا سبحانه وتعالى لما لنا ولكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصبرين المدينة اذا اصابتهم المصيباتهم قالوا انك الله وانك الله يرجعون معلش سطقط شوية بس انا عشان موجود جوه احد المتاحف للاحجار الطبيعية واما لما افتكرت الاية دي وقال دي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ولا نبلغ لناكم بخب شيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا ان لله وان اله راجعون وتخيلوا كأن ربنا سبحانه وتعالى بيخطبنا دلوقتي في الظروف اللي احنا عايشينها كلها الصعوبات اللي عايشينها من نقص فلوس ونقص انفس والثمرات وظلم بين واللي تقرش واللي تناس وعدم وفاء ومصايب تطلع من نقرة بتطلع في دحضيرة بتطلع من نقرة بتطلع في دحضيرة زي ما بنقول بالمصري ومش بس كده انت بكل شوية عندك مشاكل مع ده ومع دي ومع ده وخزلان وحاجات كتير اوي 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 طيب ايه المناسبة للكلام ده هو المناسبة ان احنا دلوقتي هنبص على حجر كريم من الاحجار الكريمة اللي تم استخرجها من الارض زي ده كده زي الكوارتاز سموكي كوارتاز طبعا شايفين جميله عمل ازاي ركزوا كده في الشكل البديع ده او ركزوا او هنركز في مكان تاني اوفى حجر تاني معلش التصوير مهزو شوية والصوت مش واضح ايه بس اتمنى انتوا شايفين شايفين شاكله البديع والمنظر الجميل للحجر ده السؤال بقى ولا قبل ما اسأل السؤال خلينا نبص على حاجة تانية نقول السؤال تاني بقى يا ترى الاحجار والكريستالات الجميلة ديت وكل انواع الاحجار الجميلة والكريمة اللي احنا شايفينها واللي تم استخرجها من باطن الارض دي يا ترى اتعرضت لضغوط حياتية ومناخية وسنين عمره قد ايه علشان تصبح بالجمال والرونق والكريستال دوت كده والماس اللي احنا شايفينه داك ده طبعا اتمنى بس الصورة تبقى واضحة شوية علشان انا ستتعمل بموبايل ربنا ربنا يكرمنا كده ونجيب كاميرا للتصوير او حد يبعث لنا كاميرا دي يا شباب ولا نبلغ انكم بشيء من الخوف والجوة ونقسم من الاموال والانفث والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبتهم قالوا ان لله وان اله راجعون شوفوا رحمة ربنا بالناس دي هتعمل ازاي شوفوا الناس دي ممكن تقدر تتخطى الظروفة ازاي زي الاحجار الكريمة ده بالزبط مفيش حجر كريم دوت علشان يبقى حجر كريم يتكون بالصدفة لا تتعرض لملايين السنين من الضغوط النفس الضغوط الجوية والمناخية واحنا عشان يدينا منظر الجميل ده من الكبستلات والتكايسات وغير وغير وما فهمش فيها حاجة ولكن العلماء بتوع الطبيعة والجيولوجي هم ممكن يفيدون كتير عن الحاجات الجميلة دي السؤال حضرتك هل انت معدن من المعادن الجميلة ولا لا طبعا ده جذور اشجار متحجرة وزي ما هنا شايفين هون نقول في الاخر معدن الدهب عمره ما هيكون دهب الا لما يتعرض لزروف صعبة ايوة سواني نهتلي الكاميرا العكس ونرجع لكم معدن الدهب عمره ما بقى معدن الدهب بسهولة ولا الكريستال ولا الماس ولا الالماظ كلها حاجات اتعرضت لملايين ملايين ملايين الضغوط وملايين السنين موجودة واتكونت بفضل الله سبحانه وتعالى فانت خليك كده معدن خليك من الناس اللي معدنها بيلمع فعلا وخلي بالكم مش كل اللي بيلمع دهب وشوفكم على خير السلام عليكم ورحمة الله